في الخبر الرياضي احتل المتصابق المغربين مهدي بناني المركز الأول في السباق الأول من بطولة العالم لسباق سيارات السياحية التي جرت يومي السبت والأحد في الجائزة الكبرى لهنغاريا والتي شهد مشاركة عشرين أفضل متصابق على المستوى العالمي وستقام الجولة القادمة من بطولة العالم لسيارات السياحية بمراكش في السابع والثامن من ماي القادم أنا سعيد جدا لأني عدت إلى المغرب وبحوزة جوائز مهمة هذا أول فوز لنا في سنة 2016 بطولة العالم لهذه السنة ببيدابيست مدمار صعب لكن الحمد لله كنا في انسجام تام مع فريق العمل ولقد عملنا جيدا ولهذا تمكننا من الفوز والآن أحتل الرتبة الثالثة عالميا على بعد بضع نقاط فقط من الرتبة الأولى وأنا جد مسرور بهذا اللقم وسيظل راسخا بذهني مدى الحياة